فيما يلي قراءة موجزة في عنوين أبرز الصحف الصادرة اليوم ببلدين أوروبا الغربية وبدايتها من فرنسا حيث خصصت صحيفة لوفيغاغو افتتاحيتها للحديث عن التحضيرات الجارية للتخفيف من تدابير العزل ورفع القيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد وقالت الصحيفة إن الفرنسيين لم يحلموا منذ وقت طويل بعطلات نهاية الأسبوع المشمسة وببساطة إنهاء هذه الإقامة الجبرية التي قبلوها على مضد فهم الآن يرغبون في ملاقات عائلاتهم وأصدقائهم واستئناف نشاطهم الاجتماعي والمهني كما كان عليه الحال من قبل وفي المملكة المتحدة ذكرت صحيفة The Daily Telegraph أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيشارك في مؤتمر دولي يرتقب أن يعلن خلاله عن مساهمة بلاده في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا والتي تقدر قيمتها بنحو سبعة ملايير جونيه استرليني وذلك بهدف تمويل الأبحاث العلمية حول لقاح مضد للفيروس وأوردت الصحيفة مقتطفات من الخطاب الذي سيلقيه الزعيم المحافظ خلال هذه القمة والذي سيدعو من خلاله إلى العمل سويا من أجل بناء درع منيع يحمي الساكنة مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث في معزل عن تطوير لقاح قابل للتوزيع لا نحو جماعي صحيفة ديرتاكس شبيغل الألمانية كتبت من جهتها أن وزارة الصحات تدرس إمكانية استصدار بطاقة للمناعة تثبت تمتع الشخص بالمناعة التي تمكنه من العودة إلى الحياة الطبيعية مشيرة في المقابل إلى أن التجارب التي تم المرور منها أظهرت أن السلوك الجيد لشرائح كبيرة من الساكنة والقيود التي فرضتها الحكومة مكنت من التحكم في معدل انتشار الوباء ونقرأ على صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية أن نجاح مرحلة تخفيف قيود الحجر الصحي بإيطاليا يتوقف أساسا على اختيارات الأفراد وسلوكياتهم إذ سيصبح المواطنون ابتداء من اليوم الاثنين الأبطال الحقيقيين بتحملهم مسؤولية حماية أنفسهم وحماية الآخرين ونقلت اليومية عن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي تأكيده أن إيطاليا تفتح اليوم صفحة جديدة عنوانها التعايش مع الفيروس والتي يتطلب اجتيازها الثقة والمسؤولية قائلا يجب أن لا نهضر في الأيام القليلة ما حققناه بشق الأنفس في غضون خمسين يوما صحيفة أبيس الإسبانية أكدت من جانبها أن الحكومة ستقوم اليوم الاثنين بتفعيل مرحلة السفر من مخطط الانتقال نحو وضعٍ طبيعيٍ جديد وذلك في سياقٍ سياسيٍ مليءٍ بالغموض وبعيدٍ عن الوحدة التي دعا إليها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز يوم السبت الماضي ترجمة نانسي قنقر